مساء الخير كتير مننا بيمر بمشاكل في حياته بتخليه محتاج يزور دكتور نفسي متهيألي ثقافة الدكتور النفسي في مصر اتغيرت معظم الناس بقت فاهمة ان العلاج النفسي مش عيب ولا حاجة تكسف معظمنا بقى عارف ان الدكتور النفسي زيه زي دكتور البطنة او الصدر او القلب وان المرض النفسي زيه زي اي مرض عضوي بيصيب الانسان ياسمين بطل القصة حقيقية النهاردة كانت عارفة انها مريضة نفسية قررت تتعالج بس بدل ما تحل مشاكلها بقيت علاقتها بالدكتور النفسي هي المشكلة ازاي؟ تعالوا نسمع القصة من الاول اسمي ياسمين في اواخر التلاتينات من عمري عشت حياتي متعقدة من كلام امي كانت دايما بتتريق علي وتقلل مني في كل كبيرة وصغيرة والحد النهاردة الطبع ده فيها وعمرها ما قالتلي بحبك واخدتني في حضنها ولما حاولت ألفة انتباهها كانت تقول لي مش لازم اقول بالكلام اني بحبك أنا كل تصرفاتي معاكي بتقول اني بحبك ودي اهم حاجة ورغم معاملتها الصعبة بس انا بحبها ومستحيل اتخيل حياتي من غيرها خصوصا ان اختي اللي اصغر مني عندها فصام عقلي وده خلاني محرومة من اني ابقى قريبة منها واحكي لها وتحكيلي زي ما بيحصل بين البنات اللي اخويت عشان كده قررت اهرب من مشاكل البيت بقصة حب كان انسان طيب ومحترم وعلى خلق حبيته وتخطبنا وقلت الحمد لله ربنا عوضني باللي هعيش معا الحياة اللي بتمنها وفي ليلة حلمت انه راكب عربية وبتقع بيه من فوق الجبل قمت مفزوعة واتحقق الحلم مات في حدثة قبل الجواز بحاجة بسيطة جات لي وقتها صدمة كبيرة وكرهت الحياة وبقيت كل شوية اسأل نفسي هو انا عملت ايه وحش عشان استاهل انه يتعامل فيا كده قعدت فترة متوحدة مع الكتابة كل حاجة حساها او باحلم بيها كنت بكتبها لحد ما زهقت وقررت ارتبط ارتبطت برجالة كتير كلهم كانوا محترمين وعايزين كل خير بس ما كنتش بقدر اكمل معاهم على طول بحس بالملل او الخوف عشان كده كنت كل شوية اهرب باي حاجة مرة ما ردش عالتليفون مرة ارمي الشريحة وغير الخط بعد فترة اتخطبت بس ما كنتش قادرة احبه خطيبي كنت دايما اشوف حبيبي الاولاني بداله فسخت بعد ما اعترف لي ابن زواته العاطفية مع بنات وستات اجانب وقال انهم لسه اصحاب بس هو تاب لكن انا مرتحت لهش بعدها لقيت نفسي بعمل تصرفات انا نفسي مش فاهمها ودخلت في قصص حب مع رجالة متجاوزين ولما الموضوع يدخل في الجد ويطلبني للجواز اقول له حرام عليك حرام عليك مراتك وولادك ملهمش زند كانت اخر طموحاتي في الحقيقة اني اتجاوز واحد متجاوز وكل ما في الحكاية اني كنت بحب استمتع بكلام الحب والهيام اللي ما بيطلعش غير من رجالة متجاوزين لستات تانية غير مراتاتهم ولما لقي الواحد منهم بيجيب سيرة مراته بكلام وحش افضل ادفع عنها لحد ما يزهق مني ويمشي فضلت كده لحد ما اتخطبت الواحد شخصية سامة بمعنى الكلمة طلع علي القديم والجديد والغريبة يا سالي اني لما صليت استخارة قبل الخطوبة حلمت اني معجبة بواحد لرأس تعبان وكل الناس مستغربة اني بحبه بحبه ازاي ده قلت ده كابوس عادي مالوش علاقة بالموضوع وكنت ساعتها وصلت لسن الستة وتلاتين وهو كان نفس سني بعد فترة من الكلام الحلو والتفاصيل اللي سحرني بيها ظهر للوش التاني اكتشفت ان لسانه طويل جدا ما عندوش اي زوق في الكلام ساعات كان بيقول لي ان قراي بيقالولي بلاش تتجوز ومو ستة وتلاتين سنة دي وشوف لك واحدة صغيرة وساعات تانية يقول لي انتي صورتك على الفيسبوك احلى منك لكن انتي في الحقيقة مش كده وبعد كده سافر كان بخيل جدا في مشاعره لا بيتصل ولا بيهتم ولا كأني في حياته ولما بعث له صور موبيلي عجباني عشان اخد رأيه يقول لي زوقك وحش انتي ما تختاريش حاجة انا اللي هختار كل شوية يرمي كلمة زي الدبش وافضل عيض بالايام ولما نزل من الاجهزة بدل ما يفكر معايا في ترتيبات الجواز سيما كنا متفقين راح عط في الوصف تغيير عربيته ولا كأننا قربنا نتجاوز وكل ما تكلم معاه في حاجة من العفش والاجهزة يقول لي سيبيني انا هتصرف انا عارف انا هعمل ايه لحد ما في الاخر خلف كله وعوده وسبني وبكيت وفضلت اتحايل عليه ما يسبنيش قال لي مفيش حاجة اسمها حب واحنا زوقنا مش واحد فضلت عيض زي الهبلة رغم ان اهلي كانوا فرحانين ان ربنا خلصني منه لكن انا تعبت جدا وبعد فترة حبيت واحد زميلي في الشغل كان اصغر مني بعشر سنين رغم انه حبني اوي لكن اهله رفضوا رفضوا ان يتجاوز واحدة اكبر منه وقال لي صعب اكسر كلامهم انا كمان مش جاهز مديا وهم اللي هيساعدوني فقررت اروح لدكتور نفسي عشان اتعالك بص يا اسمين من خطوة دي اتخارت قوي كان لازم نروح لدكتور نفسي من زمان من اول ما خطيبك اتوفى من اول ما شفتي حاجات وحشة من اول ما انت عارفة ان اختك ممكن تكون مريضة فصام ممكن ده يقصر عليك في حياتك او تكوني مش مرتاحة كان لازم نعمل ده من زمان قوي بس كويس انك روحتي تعالوا نكمل ونشوف حصل ايه رحت العيادة ودخلت قط الكشف لقيت قدامي دكتور شاب وسيم مهتم بمظهره ملامحه بريئة ومريحة لحد كبير حكيت له على كل حاجة عني بالتفصيل وهو بدأ يقدم نصايحه ورؤيته وخطة العلاج بطريقة كلها سحر سعيدني كتير في اني ارتب مصار حياتي حسيت انه مش بس دكتور لا ده روح نقية وقلبه ابيض ما بقاش فيه زيه النهاردة اروح وانا كلي حزن وواجع ومشاكل وطقة سلبية اخرج من عنده وقلبي طاير وكل ما شاعر ايجابية وسلام نفسي وشوية بشوية بقى هو مصدر الامل بالنسبة لي بقيت باستنى الوقت اللي هروح له في العيادة فيه وازع القوي هو بيقولي ان معادنا الجاي كمان اسبوع وبعايز اقول له ينفع جيلك بكرة مش عارفة يا سيلي انا ازاي وامتى اعجبت بيه والحقيقة ان الموضوع اتطور لدرجة اني اعترفت له اني بحابه وطلبت ان اتجوزه وحكيت له اني بقيت مجنونة بيه وبتكلم عنه كل شوية لدرجة انهم في الشغل ساموني مجنونة دكتور فلان وبقيت مقيمة في صفحته على الفيسبوك بتابعوا ليه النهار بعد ما بقى مصدر الامان والراحة وكل حاجة حلوة في حياتي وبقى الشخص الوحيد اللي عارف كله نقاط ضعفي ويا ما يا ما عياطته قدامه من غير كسوف او حتى ابقى محرجة وعمره ما دس علي ولا حاول يستغل نقاط الضعفة دي بالعكس كان بيحترمني وبيتعامل معي بشكل عقلاني جدا وصارحني اني بالنسباله حالة بيعالجها وبس وانه بيحترم شرف مهنته وقسم اللي اقسمه في انه يحافظ على المرضى بتوعه وما يخنش ثقاتهم فيه ابدا بس انا والله بحبه جدا مش قادر استغنى عنه كل مرة روح له فيها اعرض عليه انجازاتي البسيطة والحاجات الحلوة اللي قدرت اعملها وافرح جدا لما شوف لمع تانيه هو بيقولي انه فرحان وفخور بي ويفضل يشجعني بس بموت بموت بعدها لما اكتشف ان ده تشجيع دكتور للحالة بتاعته مش تشجيع المحب لحبيبته قلبي موجوع قوي يا سالي وحياتي من غيره ما لهاش اي معنى والموت بقى اهوام بكتير وليلي اعمل ايه تعالوا بقى نقولها تعمل ايه خلصت رسالة ياسمين ولما الدكتور النفسي بيبقى طرف في المشكلة مش عارفة المفروض بقى المريض يروح لمين يعني يلجأ لمين ساعتها يا طرى بقى طبيعي ان المريضة اول راحها تتعالج تتعلق بالدكتور بتاعها ولا ياسمين حالة مختلفة وحالة خاصة طب مفروض الدكتور بتاعها بقى يعمل ايه هيعرف يعالجها بعد ما بقى طرف في مشاكلها وبقى سبب سعادتها وقلبها بيرفرف ولا طرق مفروض ان هو يعرضها لدكتور تاني طب ايه لعلاج المناسب في مشكلة زي دي اسئلة كتير قوي قوي واكيد دكتور نفسيين كتير قوي واعفية اشتركوا في القناة